هذا هو رد ميليشيا الحوثي على الهدنة الأممية التي انتهت في تشرين أول الماضي ما أفشل كل الجهود الدولوماسية الأممية والأمريكية لتمديدها لم تتوقف تهديدات ميليشيا الحوثي بالتصعيد العسكري للضغط من أجل تنفيذ شروط يراها المجتمع الدولي قبل الحكومة الشرعية شروطاً مجحفة وبالتزامن مع انتهاء زيارة الوفد العماني لصنعاء الأحد الماضي وهي الثالثة من نوعها منذ إعلان الهدنة في نيسان الماضي أعلنت ميليشيا الحوثي ما سمتها المرحلة الجديدة في الصراع مؤكدة أنها غير ملزمة بوقف إطلاق النار ونفذ الحوثي تهديده وأطلق العنان لمسيراته وصواريخه فلا يمر يوم إلا وينفذ هجمات بالطائرات المسيرة على موانئ تصدير النفط واستيراد السلع الرئيسية للبلاد ما أحال حياة اليمنيين إلى جحيم في ظل عجز الحكومة الشرعية لوقف هذه الهجمات لقلة الإمكانيات من جهة وتراخل مجتمع الدولي للأخذ على يد الميليشيا من جهة أخرى واختصر رد الحكومة بإعلان جماعة الحوثي منظمة إرهابية في رد يراه المراقبون والشعب أنه حيلة العاجز تكتيك ميليشيا الحوثي الذي رسم في طهران يخدم بشكل غير مباشر سياسات إيران التي تضغط على الغرب حيث تتعثر مفاوضات الاتفاق النووي وتبعاته وتطالب بالإفراج عن أموال طهران المجمدة لدى الغرب ورفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب بهدف إطلاق يدها أكثر لتهديد أمن المنطقة وصولا لهدفها الاستراتيجي بتوسيع نفوذها على جيرانها واستنزاف ثرواتهم النفطية ورغم أن تهديدات ميليشيا الحوثي لأمن الملاحة والطاقة في العالم لا سيما مع الأزمة التي يعيشها بعد الحرب الروسية على أوكرانيا وهو يخدم بالنتيجة روسيا ولو بشكل غير مباشر ويشكل ضغطا على العالم أجمع فإن التردد غير المبرر لحماية حلفائها في الخليج وتأمين الملاحة والطاقة للعالم وضع متخذ القرار الأمريكي في مرمى الشك في نواياه اشتركوا في القناة